السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله النزيم معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة إشارة الأستاذة نسري النصر اليوم سوف نتحدث في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني المتوسط اليوم سوف نتكلم عن العوامل المؤثرة في المناخ العوامل المؤثرة في المناخ وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق الدرس السابق نتكلمنا عن الطقس والمناخ الطقس تعريفه هو وصف حالة الجو بعناصره المختلفة في منطقة محددة في مدة زمنية قصيرة تعريف الطقس هو وصف حالة الجو بعناصره المختلفة في منطقة محددة في مدة زمنية قصيرة ممكن تكون ساعات إلى اسبوعين والطقس يختلف من مكان إلى آخر على حسب قرب هذا المكان أو بعده من خط الاستواء فنقول مثلا الطقس حار أو بارد أو معتدل أو نقول مثلا صحو أو قائم أو جاف أو رطب كذلك تكلمنا عن أدوات رصد الطقس وذكرنا أنها أداتين بالون الطقس والقمر الصناعي والطقس بالون الطقس وذكرنا أنه بالون هواء كبير يرفق مع جهاز يرسل إشارات تخبر عن درجة الحرارة ومستوى الرطوبة وضغط الهواء في الغلاف الجوي كما يخبرنا هذا الجهاز عن العواصف المحتملة والمتوقعة هذه من أدوات الطقس بالون الطقس كذلك من أدوات رصد الطقس القمر الصناعي والطقس تستعمل الأقمار الصناعية لمراقبة الطقس والمناخ على الأرض حيث تنقل البيانات والصور من الفضاء الخارجي نقلاً آلياً ويظهر القمر الصناعي السحب والتيارات المحيطة بها وحركة العواصف وحركة العواصف هذه أدوات رصد الطقس بالون الطقس والقمر الصناعي والطقس كذلك تحدثنا في الدرس السابق عن المناخ وعرفنا المناخ وقلنا هو متوسط حالات الجو في مكان محدد لمدة طويلة متوسط حالات الجو في مكان محدد لمدة طويلة من حيث الحرارة والضغط الجوي والرياح والرطوبة فإذا جمعت حالات الطقس في مكان ما لمدة طويلة مثل شهر وفصل أو سنة فإنها تمثل ما يسمى بالمناخ ما يسمى بالمناخ نجي درسنا اليوم العوامل المؤثرة في المناخ العوامل المؤثرة في المناخ أهداف الدرس أن يعدد الطالب العوامل المؤثرة في المناخ أن يعدد الطالب العوامل المؤثرة في المناخ اثنين أن يدرك الطالب تأثير الرياح على المناخ أن يدرك الطالب تأثير الرياح على المناخ تمهيد يختلف المناخ من منطقة إلى أخرى على سطح الأرض بسبب تفاوت حدة أتشعة الشمس عليها على هذا المكان ويختلف الطقس كذلك من موقع محدد على سطح الأرض وفقا للفصول الأربعة وعناصر المناخ يختلف المناخ من منطقة إلى أخرى على سطح الأرض بسبب تفاوت حدة أشعة الشمس على هذا المكان العوامل المؤثرة في المناخ العوامل المؤثرة في المناخ يتألف المناخ من مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها وتؤدي إلى تغيرات مستمرة في أحوال الطقس وأهم هذه العوامل واحد الموقع بالنسبة لدوائر العرض الموقع بالنسبة لدوائر العرض تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء معظم أشهر السنة لذا فهو أكثر أجزاء الأرض حرارة لذا فهو أكثر أجزاء الأرض حرارة وتنخفض الحرارة كلما ابتعدنا عنه باتجاه القطبي الموقع بالنسبة لدوائر العرض تتعامد أشعة الشمس معظم أشهر السنة على خط الاستواء لذا فهو أكثر أجزاء الأرض حرارة بسبب تعامد الشمس وتنخفض الحرارة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء باتجاه القطبي هذه أول عوامل المؤثرة في المناخ الموقع بالنسبة لدوائر العرض اثنين الارتفاع عن مستوى سطح البحر الارتفاع عن مستوى سطح البحر من العوامل الارتفاع عن مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر كلما ارتفع تقل درجة الحرارة وذلك بمعدل درجة مئوية واحدة لكل مية وخمسين متر تنخفض درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر والقاعدة تقول كلما ترتفع مية وخمسين متر تقل درجة مئوية واحدة هذه اثنين من العوامل المؤثرة في المناخ الموقع بالنسبة لدوائر العرض اثنين الارتفاع عن مستوى سطح البحر تقويم مرحل يضع الطابة علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة الف كلما اقتربت من خط الاستواء كان الجو اكثر دفئا ب ترتفع درجة الحرارة كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر هنعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالماء يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء ايضا وهذا ما يؤثر في مناخ المناطق الساحلية القرب من المسطحات المائية تؤثر المسطحات المائية في المناخ فهي من اسباب تلطيف الجو في المناطق التي تكون بجوار المسطحات المائية فالماء يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء ايضا وهذا ما يؤثر في المناطق الساحلية هذا القرب من المسطحات المائية رابعا اتجاه الرياح تنقل الرياح الحالة المناخية من الجهة الاتية منها فالرياح تنقل الرياح الحالة المناخية من الجهة الاتية منها فالرياح الاتية من المناطق باردة تكون الرياح باردة والرياح الاتية من المناطق الدافئة تكون دافئة من العون مؤثر في مناخ اتجاه الرياح تنقل الرياح الحالة المناخية من الجهة الآتية منها فالرياح الآتية من مناطق باردة تكون هذه الرياح باردة والرياح الآتية من مناطق الدافئة تكون الرياح دافئة والرياح التي تهب من مسطحات مائية تكون هذه الرياح رطبة في حين أن الرياح التي تهب من مناطق الصحراوية تكون جافة اتجاه الرياح تنقل الرياح الحالة المناخية من الجهة الآتية منها فالرياح الآتية من مناطق باردة تكون باردة والرياح الآتية من مناطق الدافئة تكون دافئة والرياح التي تهب من المسطحات المائية تكون رطبة في حين أن الرياح التي تهب من مناطق صحراوية تكون جافة ولدينا صورة هنا تتحدث عن الرياح وعندما تكون من المسطحات المائية تكون هذه الرياح راطبة وعندما تكون الرياح صاعدة فإنها تقوم برفع السحب ونزول الأمطار كذلك هذه من العوامل المؤثرة في المناخ اتجاه الرياح تقويم ختان يذكر الطلبة العوامل المؤثرة في المناخ الأربعة يذكر الطلبة العوامل المؤثرة في المناخ هنعطيكم دقيقة للتفكير نرجع لكم اشتركوا في القناة رجعنا لكم كان السؤال يقول يذكر الطلبة العوامل المؤثرة في المناخ هذه العوامل الموقع بالنسبة لدوائر العرض اثنين الارتفاع عن مستوى سطح البحر ثلاثة القرب من المسطحات المائية ثلاثة اتجاه الرياح كذا انهينا درسنا اليوم شكرا لكم حسن استماعكم وانصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته